اشتركوا في القناة المتواصلة في الاعداد والتنظيم لمنتدى حوار المنامة والذي يعد احد الفعاليات السياسية والفكرية الرائدة التي تستقضب سنويا النخبة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ودوائر صنع القرار من كافة دول العالم لبحث العديد من القضايا المعاصرة واكد جلالته ان احتضان المملكة لمنتدى حوار المنامة يأتي من منطلق قناعتها الراسخة باهمية الحوار واعتباره الوسيلة انجح لترسيخ دعائم الامن والاستغرار في المنطقة واشار جلالته حفظه الله الى اهمية عقد مثل هذه المؤتمرات الدولية لما توفره من فرص واعدة للتواصل الحضري والثقافي والطرح الافكار وتبادل الخبرات التي تعود بالنفع على المصالح المشتركة ونوه جلالته بما حققته الاجتماعات الماضية من منتدى حوار المنامة من نجاح في تمكين الكثير من القوى والاطراف من ايجاد طرق مختلفة لحل بعض القضايا الملحة عبر الاراء التي طرحتها الدول المشاركة خلال جلسات النقاش وما ابدته من تعاون ايجابي لمواجهة التحديات الاقليمية الرهنة متمنيا كل التوفيق والنجاح للنسخة الرابعة عشر لمنتدى حوار المنامة والتي تعقد هذا العام وستناقش المزيد من المحاور والقضايا الهامة على السحتين العربية والدولية ومن جانبه اعرب المدير التنفيذي الجديد للمعهد الدولي لدراسات الاستراتيجية في الشرق الاوسط الفريق توماس بيكت عن شكره وتقديره لمملكة البحرين لما توفره من امكانيات وتسهيلات كبيرة لمنتدى حوار المنامة من اجل انجاح المنتدى الذي اصبح يحظى بكثير من الاهمية من خلال الافكار والرؤى التي تطرح بهذا المنتدى ترجمة نانسي قنقر